اشتركوا في القناة كان رجلا شديدا شرسا قويا يهابه الناس سيدا في قريش يوم من الايام كان يبحث عن المؤمنين وكان رجلا شديدا يخافه حتى اهل الايمان قبل اسلامه فلقيه رجل في الطريق قال عما تبحث قال ابحث عن محمد قال لما قال اريد ان اكلمه قال اذهب الى اختك قال من قال اختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد قال ما خبرهما قال قد صبأ اقصد اسلما قال ماذا قال نعم اقول ما تسمع فذهب غاضبا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه وكان من عند الاثنين رجل من الذين اسلموا حديثا اسلموا سريعا وهو خباب بن الارت يعلمهم القرآن من السباقين في الاسلام كان يعلمهم القرآن يعلم سعيد بن زيد ويعلم فاطمة بنت الخطاب كتاب الله جل وعلا سمع الثلاثة ان عمر قادم خباب اختبأ خاف سعيد جالس اول ما دخل عمر من الخطاب في البيت قام اليه سعيد يكلمه فدفعه عمر واذا بفاطمة تقول لما تصنع هذا يا عمر فاذا بعمر يضربها على وجهها سقطت على الارض سقطت فاطمة نظر عمر الى الصحيفة اللي فيها القرآن ذهب ليأخذ الصحيفة فاذا بفاطمة تسرع وتأخذ منه هذه الصحيفة شوف شجاعة فاطمة شجاعة الالخطاب كلهم شجعان اخذت منه الصحيفة قال ويحكي ماذا تصنعين قالت هذا كلام الله وانت نجس لا يحق لك ان تمسه قال ماذا تفعلين وماذا تقولين قالت تريد ان تقرأه اغتسل ثم تعال تريد ان يخف الغضب الانسان اذا اغتسل خف غضبه عمر لو لم يكن في قلبه ارادة الهداية لم اغتسل لخرج لضربها لفعل ما فعل ولكنه ذهب واغتسل ثم رجع ومسك الصحيفة فاذا بعمر لأول مرة في حياته يقرأ كلام الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن على العرش استوى عمر يقرأ واذا به يستغرف شنو هذا الكلام من الرحمن خرج مسرعا طلع لخباب الحين اول ما طلع خباب قال يا عمر ارجو ان يصدق فيك دعاء النبي قال وما دعائه قال سمعته البارحة يقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين بك او بعمر بن هشام كأن الان لا نقلب عمر قال اين محمد قال لي ما تريد قال اخبرني اين هو وكان في بيت دار الارقم وبالسر جالسين ذهب خباب معه الى دار الارقم وحمزة توى اسلا قبل كم يوم حمزة جالس وبعض الصحابة مع رسول الله في الغرفة طرق الباب عمر ذهب حمزة شاف قال يا رسول الله انه عمر خاف الصحابة عمر جاين وكيف عرف مكاننا فقال حمزة وحمزة بطل ايضا قال يا رسول الله ان اراد خيرا اعطيناه وان اراد شرا كفيتك اياه بسيفي يعني لا تخاف انا بروح اتكفل فيه قال لا يا حمزة اترك اشجع من حمزة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راح وفتح الباب دخل عمر تدروا انش سوى الرسول جبذه من ثيابه تلح شوف شجاعة الرسول تله من ثيابه قال يا عمر لتنتهينا عن هذا او لينزلنا الله بك قارعة اما تسلم او ينزل الله بك قارعة مصيبة تنزل عليك تعرفون انش قال عمر قال يا رسول الله جئت اقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله الله اكبر اسلم عمر الله اكبر ارتجت مكة الله اكبر دخل في الاسلام عمر الله اكبر خسي الباطل وجاء الحق واذا بالنور ينتشر واذا بالصحابة ينطلقون يصلون عند الكعبة واذا بالضعيف يعز ويقوى انه من انه عمر بن الخطاب خرج عمر كبر الصحابة كبر النبي والصحابة وراءه خرج عمر يريد ان يشهر في الناس يعلن انه دخل في الاسلام قال من اكثر الناس نقلا للخبر فقال رجل اسمه جميل ابن معمر هو الذي ينقل الاخبار مثل وكالة نقل الاخبار في مكة فجاءه عمر قال له اسمعت الخبر قال ما الخبر قال اسلمت على طول اول ما سمع الخبر جمع اهل قريش واصباحا ركب على دابة والناس كله يجتمعون حوله يبا يسمعون الخبر قال سمعتم الخبر قال ما الخبر يا جميل قال صبأ عمر قال له عمر ورا عمر قال كذبت يا عدو الله قل اسلم عمر قال اسلم عمر فقام الناس على عمر يضربونه تو اول الصبح وعمر يدفعهم ابروحة ابروحة يضرب هذا ويدفع هذا الى اخر النهار ما قدروا على عمر ثم ذهب الى بيت ابي جهل فطرق الباب علي ابو جهل ما سمع الخبر عمر يبينش الخبر في مكة كلها طرق الباب على ابي جهل فتح الباب ابو جهل قال حياك الله يا عمر تفضل ما الذي جاء بك في هذه الساعة قال سمعت بالخبر يا عدو الله قال ماذا قال انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله خسي ابو جهل واغلق الباب ورجع وما تكلم بكلمة ما استطاع ان يفعل شيئا وقل وقل الناس من اراد ان تذكله امه يعني امه تفقده ويجتم اولاده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فاني مهاجر الى المدينة اتحداكم كلكم اللي بي موت امه تفقده وعياله وزوجته خليجيني وراء هذا الوادي ترى انا مهاجر انه عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترى ما كان بعد الاسلام بهذه الشدة الا على الاعداء اما على المؤمنين كان رحيما تغير عمر على اهل الايمان كان هو الرجل الرحيم كان في الليل قائم كان يقوم الليل حتى اذا بقي جزء يسير من الليل قوم زوجته اولاده قعدهم للصلاة واذا به يقرأ القرآن قبل ان يوقظ الناس بالصلاة ويقول وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها انه عمر بن الخطاب بعد ان تولى خلافة الخلافة وصار اميرا للمؤمنين تدرون شك كان يسوي كان في الليل يبحث عن الناس اللي ما عندهم مأوى الناس الفقراء اللي ما شبعوا من عشاء يوم من الايام وهو في الليل يتفقد احوال المسلمين كان عنده خادم اسمه اسلم شاف من بعيد امرأة عجوز وعندها عيال يبتون في الصحراء وحط شاب بنار وعندها قدر قال حق اسلم تعال تعال شنو هذه شنو قصتها راح شافه عمر سلم عليها هي ما تعرف عمر قال لها يا أمت الله ما الذي أجلسك في هذا الليل مع الأطفال اللي يبكون والقدر شنو قصتك قالت أطفالي جياع وما عندي شيء أن أطعمهم به مقادرين نامون من الجوع أعللهم بالقدر أسوي نفسي قاعد أطبخ لهم ما عنده شيء ثم قالت لئن بعثني الله يوم القيامة لأخاصمن عمر بن الخطاب راح أخاصم عمر يوم القيامة قال وما شأن عمر بك وما أدرى عمر عنك عمر اجدرا قالت أليس أمير المؤمنين قال نعم قالت كيف يكون أميرا للمؤمنين ولا يدري عني لازم يدري عني عمر مسؤول عن الأمة كلها خاف عمر قال لي مولاها أسلم تعال ذهب إلى بيت المال وأخذ كيس من طحين قال شيل أحط على ظهري قال أنا أشيل عنك أنا أحمله عنك قال لا قال أنا أحمله عنك قال تحمل عني وزري يوم القيامة تضمن لي تشيل ذنوب يوم القيامة سكت أسلم قال أحمله على ظهري حمله على ظهري أسرع إلى العجوز في الليل وأخذ يصنع معها العجين يحط الماء ويصنع العجين مع المرأة حتى إذا طبخ الطعام خلص الأكل راح جلس من بعيد ونظر إليهم والأم قاعدة توكل الأولاد الأم توكل الأولاد ما تدري من الذي جاءها بالطعام ثم قال له أسلم يا أمير المؤمنين خلاص نرجع البيت قال لا حتى أراهم يشبعون وينامون كما رأيتهم يجعون لازم أشوفهم يشبعون يقول أسلم نظرت إلى عمر وإذا عيناه تذرفان إنه عمر المبشر بالجنح إنه عمر بالخطاب قبل موته طعن وهو يصلي حمل إلى بيته شوف حسن الخاتمة قال لابنه ضع خدي على الأرض وضع خده على الأرض يقول اندمعت عينا عمر وهو يقول ويل لي إن لم يغفر لي ربي ويل لي إن لم يغفر لي ربي الذين يؤتون ما آتوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إنه تاريخ كامل وحكاية عظيمة قصة عمر ابن الخطاب فيها العبر وأي عبر شخصيتنا القادمة أيضا خليفة الراشد لقب بذنورين ليش لقب بذنورين يروى أنه كان يقوم الليلة بالقرآن كله اشترى الجنة اشترى الجنة بماله ثلاث مرات من هذا الرجل وما حكايته العجيبة وما قصته وكيف انتهت حياته موعدنا وإياكم مع هذه الشخصية في الحلقة القادمة من شخصيات وعبر استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا